أما بالنسبة فرقنا يا حضرات فالحقيقة الكل جاهز طبعا لمباراة العودة أمام الاتحاد المنستيلي وأكيد الكل مركز جدا وطبعا كعادة الأمور في النادي الأهلي بنتعامل مع الماتش اللي جاي ده على اعتبار أنه شوط تاني لازم نكسبه أو قطع في الإيمان لازم نحافظ على نتيجة الشوط الأول أو ماتش الزهاب طبعا عشان نضمن التأهل لدور المجموعات وده كان ملخص تصريحات كولر وكمان مجموعة من اللاعبين عن مباراة العودة أن كلهم مركزين على هدف واحد فقط لا غير ألا وهو الفوز بص بقى كريم احنا يعني قلنا يا رب ان شاء الله في الذهاب نيجي تاني يوم نقول صباح النصر وعندنا أمال أن كمان كانت المباراة وقتها لو حضراتكم فاكرين يعني نقول إن شاء الله تكون مباراة حلوة ونتيجة أحلى وده اللي كان الحمد لله يعني مباراة الإياب لن تقل أهمية أبدا ومش وفكرة هنا لن يقول لك خلاص دي أسهل لا دي أكيد مضمونة الكلام ده تماما عاري من الصحة فيش الكلام ده المباراة حتكون الشوت التاني زي ما احنا بنتكلم والشوت التاني توقعوا حضراتكم كمان لانتحاد المنستيري إن هو مفس على أرضه فده حيخليه بعيز زي ما بيتقال كده يعمل ريفنج أو يعمل كامباك أو إن هو يحاول يثبت كل ما لديه من قدرات على أرض الملعب فحيكون فيه يمكن تنفسي أشد كتير جدا كمان من مرحلة الذهاب نتمنى إن شاء الله برضو تاني إن المطش يكون فيه لعب حلو أداء حلو نشوف التطوير إلا على المستوى بقى هنا الفني وكمان الإداري على الملعب بيترجم في اللعب والجمل التكتيكية وغيره وفي نفس الوقت إن شاء الله نفوذ لأن أكيد ده كل التموح يعني زي ما بتقال كده المشروع ليه جماهير النادي الأهلي فبإذن الله كمان وسط جماهيرنا وعلى أرضنا أكيد برضو بقى لها أجواء متختلف أكيد ده جماهيرنا ده احنا معاولين كتير جدا على جماهير النادي الأهلي ده لو خمسة بس بينهم موجودين في المدرجات وبيهتفوا للنادي الأهلي أكيد بيرجوا الدنيا